صدت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطنية هجوما لقوات لواء المتقاعد خليفة حفتر في محور طريق المطار جنوب العاصمة الليبية كما تمكنت قوات حكومة الوفاق من استعادة السيطرة على معسكر النقلية الواقعي قرب مطار ترابلس فيما أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيطرتها كذلك على عدد من الآليات التي استخدمتها قوات حفتر خلال الهجوم وتدمير أخرى